أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي رانيا المشاط أن إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة لشبكة حجد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي وخلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة والمنعقد على همش اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين بالبرازيل أكدت المشاط أن إطلاق دليل الحلول يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار مع دول الجنوب ما يسهم في إحراض تقدم ملموس في حجد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها موسيقى قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بجولة موسعة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمخطة تنفيذها بمركز مارينة العالمين السياحي وشدد الشربيني على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينة العالمين السياحي بنهاية مارس المقبل مواجها بحسن استغلال المساحات الشاغرة وتعظيم الاستفادة منها لإيطاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم الإقبال المتزايد من السياح من مختلف أنحاء العالم توقعت وكالة فيتش سولوشنز المتخصصة في تحليل الأسواق تصارع النمو الاقتصادي للمغرب إلى أربعة وستة من عشر بالمائة اعتبارا من العام المقبل ألفين خمسة وعشرين واجهت الوكالة إلى أن رياحا مواتية ستتضافر لمنح المغرب نموا اقتصاديا كبيرا في عام ألفين خمسة وعشرين وفي مقدمتها تخفيض أسعار الفائدة والاستثمارات العمومية الكبيرة وطباط التضخم واستضافت كأس الأمم الإفريقية وانتعاش النمو في أوروبا اشتركوا في القناة